طيب هذه اسمها المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي له قاعدتين أول شي نشوف كم عدد الأشخاص وكم جابوا القاعدة الثانية كم جابوا أو حصلوا عليه من درجات تمام أو النسب أو إلى آخر يعني المهم طيب يقول لك مسألة حصل أحمد على عشرة حصل عادل على عشرين كم المتوسط الحسابي كم عدد الأشخاص واحد اثنين وكم جابوا جابوا عشرة والثاني جاب عشرين يعني كلهم ثلاثين طيب أول شي نجمع العداد هذولي هذا أول شي عشرة زايد عشرين تساوي ثلاثين طيب كم عدد الأشخاص اثنين إذن نقسمهم على اثنين إذن المتوسط الحسابي هو خمستعشر طيب المسألة الثالثة يقول حصل سليمان وعمر وفهد على عشرة وعشرين وستين كم عدد الأشخاص واحد اثنين ثلاثة طيب كم النتيجة هنا عشرة زايد عشرين ثلاثين زايد ستين تسعين تسعين كم عدد الأشخاص ثلاثة نقسمهم على ثلاثة يطلع عندنا تقسيم ثلاثة ساوي ثلاثين هو المتوسط الحسابي سألة الثالثة يقول حصل خمس أشخاص طيب خمس أشخاص على عشرة خمسة 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 طيب عشرة زايد خمسة خمسة عشرين خمسة وعشرين بعدين أربعين خمسة واربعين تمام طيب كم عدد الأشخاص نقسمهم عليه عدد الأشخاص كم خمسة إذن تقسيم خمسة تساوي تسعين تسعين